تعالوا نبتدي بقيمة الصدق خلينا أقول لكم شوية حاجة عن قيمة الصدق لأن قيمة كده محتاجة احتفالية يعني لما نجي نتكلم عن قيمة الصدق قيمة الصدق دي يتعاملة زي الفردوس المفقود كل الناس بتحب قيمة الصدق الست لما تيجي تتجوز عايز زوجها يكون صادق معها وعارفين الستات عارفين الرجالة أن الست لو أن زوجها ما كانش صادق معها بتعتبر إن إنسان الكدب إنسان خاين دي معادلة عند الستات ليه؟ عشان الصدق ده هو اللي بيحسسها بالأمان وكأن الصدق أنا عايز أقول لكم عارفين الصدق دي بيكون روكل من أركان حياتنا لأن الصدق ده اللي بيعيشنا بالأمان الصدق ده اللي بيوصلنا للثقة في الآخرين الصدق ده هو اللي بيوصلنا بالثقة بأنفسنا عارفين الصدق؟ لو إن الصدق مش موجود الإنسان بيحس إن الحياة كلها عبارة عن ظلام وعبارة عن وجع وعبارة عن مخاوف الصدق هو المسؤول الأول لتحقيق الأمان للناس وعشان كده اللي عايز يدخل على الإيمان لازم يدخل على الصدق عشان يفتح لباب الأمان عشان يذوق حلوة الإيمان معادلة مهمة جدا جدا بتقول لنا أن الصدق ركن من أركان الحياة إذا فقدنا الصدق قد تنهدم علينا الحياة ولذلك الصدق لما نيجي نعرفه نلاقي أن الصدق ده أن الكلام يكون مطابق للواقع ما يكونش الصدق الكلام في حتة وإيه الواقع في حتة يعني إيه الصدق فيه مطابقة فيه واقعية الصدق فيه كمان أن الشخص لازم يبقى عارف أن الصدق ده ليه وظيفة يبقى ثلاث حاجات في الصدق الصدق فيه مطابقة مش الصدق ده خيال الصدق مطابقة مطابقة اللي احنا بنقوله بالواقع الصدق كمان فيه واقعية والصدق كمان فيه كمان جزء مهم جدا وهو أن فيه عايش وفيه حياة فالصدق باعتباره قيمة مركزية في الحياة بيعرفنا أن أصل إيه هو أصل الحياة وإزاي تكون الحياة مع ربنا سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية هو أن أنت تكون مع الله ليه؟ لأن الحياة بالمدد إحنا بنعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فتخيل أن أنت مش موجود مع الله ما فيش حياة طب إزاي أدخل في الحياة دي الله سبحانه وتعالى يعلمنا حاجة مهمة أو أوي فاكرين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه لسيدنا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معا أنا عايز أشوف دلوقتي المعية دي معية إيه؟ معية الصدق رسول الله والصادق الأمين وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر والصديق فهم مع بعض فإلا حصل فكانت معية الصدق فقال لا تحزن إن الله معنا لأننا شربنا من كأس الصدق الذي يفتح كل أبواب الرحمن ولذلك قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين كونوا اللي عايز يبقى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز يبقى في المعية الربانية لازم يكون مع الصادقين ولذلك الصدق باب واسع للنجاة من يقول لك الصدق من جاء ورد في الحديث الصدق من جاء من جاء من إيه؟ من جاء من هذه الزات من هذه النفس الأمارة بالسوق وعشان كده سيدنا أبو بكر دخل في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبته لأنه صديق فالصدق يدخلك على المعية الربانية عايز تبقى في المعية الربانية كن صادقا ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول أمرنا بالصدق وأمرنا أن نحن نكون مع الصادقين وقال وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى بيحب الصدق حبا عظيما ولذلك الصادق هتلاقي بقى شوية حاجات كده كرمات وأنوار بتبقى في نفس الصادق وبسه كده حضرت النبي بيقول لنا إيه إن الرجل اللي يصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق يعني يدوق حلوة الصدق فيمشي ويمشي صادقا في كل أحوال فمش ممكن الصادق أبدا عمره يكون مرتشي لأنه صادق حتى يكتب عند الله صديق تبقى لو كتب عند الله صديقا إليه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يا سلام والصدق يهدي إلى البر يعني إيه بيناكي الإنسان من الفجور ولذلك الصدق تعالوا نقول مع بعض وعلى بعض كده الصدق أمان يوصل للإيمان الصدق أمان يوصل للإيمان فبالصدق وحده ممكن يزوق الإنسان حلوة الإيمان لذلك قال الله تعالى كونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين ليه لأن كؤوس المحبة وكؤوس القرب موجودة في ساحة الصادقين عايز تشرب من كأس القرب كون صادق كلام ده نقوله لأولادنا نقول لهم أنتوا لو عايزين تكونوا مع ربنا والدوق وحلوة حنن ربنا وحب ربنا وقرب ربنا كونوا صادقين ولذلك إذا حد فينا عايز السلام النفسي فالسلام النفسي الصدق هو باب السلام النفسي لأن كلنا بندور على راحة البال والسلام والصدق هو البوابة الكبيرة للقلب السليم وعشان كده إذا كان الإنسان صادق هيدخل في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم عايز تيجي وإذاك رسول الله عليه وسلم ما بيعرضش نفسه إنه هو يسمع الكذب فقال يعني دعوا لي أصحابي عشان ما يسمعش عنهم حاجة لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم بصدر سليم هو ده الجهد الحقيقي اللي عايز يعيش ودوء حلوة الصدق يعرف أن الصدق بيفتح له أعظم هبة ربانية وهي هبة القرب السليم الصدق يا سيدة نور نور الإنسان بيرى فيه بنور الله سبحانه وتعالى الحقائق لأنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله فالصادق بيشوف الدنيا من عند الله مش عند نفسه فاتكبره التافه والأشياء التي لا قيمة له فلا هو يصغر الأشياء اللي هي ملعاش قيمة ويعظم نعمة ربنا فالصادق ما بيبقاش الصدق عنده كلمة الصدق عنده حياة بيعيشها في تفاصيل الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق أهو أنا ليه جايب بكرر الحديث مرة تانية عشان هذا الجزء وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق طيب إذا كتب عند الله صديق إلا حاصل لا تحزن إن الله معن